وعلى الخط الموازي في الموجهة مع الإرهاب أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ 43 عملية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق خلال شهر كنون الثاني الماضي موضحا أن العمليات عدت لإضعاف التنظيم وإخراج العديد من كبار مقاتليه من صحة المعركة وبحسب بيان الجيش فقد كان من بين القادة ما يسمى أمير الرقة وناشط إعلامي وأمني سوريا مضيفا أن العمليات الناجحة هي جزء من مهمة ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم حيث تم قتل وإصابة 238 من عناصره بالعمليات الأخيرة وقال الجنرال مايكل إيريك كوريل قائد القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات نجحت بإضعاف داعش رغم أن أديولوجية الجماعة الدينية لا تزال غير محكومة وغير مقيدة فلا زال التنظيم يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة ويستوجب مواصلة القتال إلى جانب الشركاء